لم تتأهل تونس وسعوديا لدور الستاشر لكن لعبوا مبارات ومباريات إلى حد ما كويسة تونس لعبت مباراة قدام فرنسا كانت في منتهى القوة وحققت الفوز وكسبت احترام الجميل لأنه للأسف طبعا غدرت المونديال بعد فوز أسترالي على دنمارك بهدف نظيف مبارح المنتخب السعودي هو كمان وضع بطولة كاس العالم بعد الخسارة قدام المكسيك بهدفين مقابل هدف لكن بشكل عام الماتشاط مبارح كانت حماسية طبعا عايزين نشوف صادين كمان من المجموعة الثالثة ومباريات المجموعة الخمسة والستسة هنتكلم عن كل ده بالتفصيل مع عبد الحميد فراج الناقد الرياضي المنورنا صباح الخير عليك يا عبد الحميد صباح الخير عليك يا محمد صباح الخير عليك يا منا وصباح الخير عليك كل مشاهدي القناة يا أهلا بك نبدأ بمباراة تونس هل تونس بتدفع ضريبة أنها أداءها كان قدام الدنمارك مش أفضل أداء وهل كانت استحق بالفعل تونس أنها توصل دورة 16 كان في الإمكان التأهل كان في الإمكان المنتخب التونسي أنه يتأهل لو استعرضنا بداية المقشاط كان فيه تعادل مع الدنمارك أنا شايفه تعادل مقبول للمنتخب التونسي وفقا لمعطيات الفارق الفنية فريق من أوروبا وفريق من أفريقيا فريق لسه داخل البطولة بمعنويات لسه بيستكشف المجموعة بتاعته وخلينا نقول برضو وقعيا وبالحسابات الفنية مجموعة فيها فرنسا بطل العالم فيها استراليا فيها الدنمارك وفيها تونس الطبيعي أن ربما يكون خروج تونس خروج منطقي ومقبول ده في بداية البطولة ولكن بعد التعادل مع الدنمارك ثم دخولك لمباراة استراليا وكنت ندي فيها وكنت تقدر تخرج بنتيجة أفضل من الخسارة كنت تتخيل أن جلال القادري المدير الفني المنتخب التونسي كان قادر على أن هو يخرج بمباراة استراليا على الأقل بالنقطة وفي الوقت ده كنا هنقدر نقول أن منتخب تونس كان من الممكن أنه يتأهل وبرضو خلينا نقول حاجة أنه مباراة أمس مع المنتخب الفرنسي المنتخب الفرنسي ودي دياد شامب مدير الفني ما دخلش بكل القوة الضربة بتاعته في بداية المباراة كان بقى من التأهل كان هو تقريبا والبرازيل والبرتغال فقط من المنتخبات في الجولة التانية اللي ضمنوا التأهل وبالتالي فهو حاب يجرب العناصر التانية وكان مريح مبابين نزل أنتوان جريزمان بعد كده فكان فيه برضو ديت فرصة قدت مساحة شوية للمنتخب التونسي أنه هو يكون وظاهر بشكل كويس في المباراة سجل هدفه تلغى ثم سجل هدفه بالخارز ويقدر يحقق فوز أتخيل أنه هو فوز تاريخي لمنتخب عربي على بطل العالم فوز يحسب للمنتخب التونسي بنحط دايما المصطلح أو الكلمة الجملة اللي بنقولها دايما الخروج المشارف هو أنا ما بحبش كلمة الخروج المشارف ولكن هو فعلا خروج مرفوع الراسل للمنتخب التونسي بأنك أنت بتحقق فوز تاريخي على بطل العالم ده اللي هيذكره التاريخ ولكن في النهاية أنا شايف أن المجموعة منطقيا جدا صعود منها المنتخب الفرنسي وهو البطل العالم وكذلك المنتخب الاسترالي كانت البطاقة التانية ما بين استراليا والدينومارك دي تلحسابات الفنية قبل المجموعة أما ما روح للمباراة دي أنا عايزة لسه أتكلم شوية في مباراة تونس وفرنسا فكرة الإنجاز برضو اللي عملوا نصور القرطاج مبارح فكرة أنهم وقفوا سلسلة الهزيمة اللي فرنسا بتعملها في الفترة الأخيرة يمكن من 2014 دي كان آخر حاجة في مونديال ممكن حصل فيها حاجة كده وقت قدام في مباراة زي دي فإحنا بنتكلم أنهم بقالهم كتير جدا ما حصلش أبدا أي هزيمة لهم في مباراة زي كده ده يفرق إزاي في الفترة القادمة وفي تسويق اللعبين التونسا في حد ذاتهم عالميا شوف هي دي ممكن تكون يعني مصادفة جميلة في مونديال العرب بما إنه هو مونديال قطر إن فرقين العربيين وقفوا سلسلة الله هزيمة للمنتخب الأرجنتيني بالنسبة للسعودية في أول جولة والسعودية قدرت تفوز على الأرجنتين وفي بطل العالم زي ما قلنا فرنسا وتونس فتحسب طبعا للدول العربية وتحسب أيضا زي ما حدرتك قلت الكشفين ووكلاء اللعبين هيهتموا يبصوا على العناصر اللي موجودة في الدول العربية بشكل عام وأتخيل إن البطولة دي هتصفر عن إن فيه أكتر من عنصر هيحترف بس طبعا إحنا دلوقتي في نص الموسم ودي نقطة أتخيل إن هي الفيفا وكل العالم هيتكلم بعد مونديال قطر عن ما هي وقت قامة البطولة دية البطولة الوحيدة في بطولات العالم اللي بتتلعب في التلت الأول من الموسم إحنا دايما كنا بنلعب البطولة بعد نهاية المواسم في شهر ستة أو في شهر سبعة فدلوقتي الناس هتبدأ تشوف هو المونديال والأفضل لكرة القدم بشكل عام والأفضل لبطولة كاس العالم إنها تتلعب فعلا في التلت الأول في الموسم واللعيبة لسه فت واللعيبة لسه بتأدي ولا لا أتخيل إن مع نهاية البطولة ومع نهاية المشوار هيحصل تقييم كامل للوضع ده فإن شاء الله يعني مع الإنجاز العربي دوت أو نقدر نقول هو رقم جيد ما نقدرش نقول إنجاز لأن في النهاية السعادية خرجت وتونس خرجت بس رقم جيد ونتيجة تحسب ليهم بالفوز على الأرجندين وبالفوز على الفرنسا أكيد هتحسب وإيقاف سلسلة اللي هزيمة زي ما أحنا تقول بعد ما نزل لمبابيه زي ما أنت قلت حركت الدنيا شوي بكل تأكيد مع ديمبلي يعني الدنيا تحركت شوي في أداء المنتخب الفرنسي وأحرزوا هدف لكن الهدف طالت تسلول أول حاجة هل هدف تسلول لا تاني حاجة فرنسا قدمها اعتراض للفيفا عشان ما ينفعش أنه يرجع الفارب بعد ما يصفر بنهاية المباراة شوف هو لو إحنا قلنا أن على جانب التنظيم على جانب إقامة البطولة على جانب كل شيء الملاعب الحضور الجماهيري البطولة أعلى درجات النجاح أتخيل أن العنصر الرحيد اللي ممكن يكون عليها على ما تستفهم هو عنصر التحكيم على الرغم من سيقاتنا الكبيرة في أن كلنا أحد الحكام الأساطير ورئيس لجل الحكام في الفيفا واختيارات أيضا الحكام في البطولة ولكن حتى مع وجود التقنية وحتى مع وجود التكنولوجيا وحتى مع وجود كل الحاجات دي بيحصل فيه أخطاء لأنه في النهاية عنصر بشري أنا شايف أن الكرة أقرب أنها تتلغى قرار الحاكم كان قرار سليم ولكن دايما هنفضل في دايرة اللي هو وجهات النظر طب ده هي ركبة لا ده هي كذا لا ده فيه جسمه بسيط هو اللي بيعملها زي حتى الهدف اللي سجله ورونالدو ما تحسبش وتحسب له برناندو فيرت هولمس شعره ولا ملمسش شعره وبدأنا نبص على التكنولوجيا اللي جوا الكرة فالحاجات دي كلها بتبقى برضو جزء من متع كرة الكرة النقطة التانية موضوع طلب المنتخب الفرنسي أتخيل أن فيه لوائحية لمحددة ومقننة فكرة اللجوء للفار أو برتوكول للفار إزاي يرجع يحتسب الكرة أو لا وبرو أعتقد أن قرار الحاكم كان هو الأقرب للصحة في المباراة فكرة رأية المدربين الوطنيين اللي كانت بتسيطر على المباراة مبارح دوشوف قدام القادسي ده إدى حماسة مختلفة لشكل المباراة يمكن لما بيبقى الأغلب من اللاعبين غير جنسيته مختلفة عن الجنسية أو مجنسين والمدير الفني بيدي بقى فيه وضع مختلف غير بقى اللعب بالحماسة والقوميات والكلام ده هل ده فعلا كنا شايفينه فارق مبارح؟ بصي هو تقريبا معظم المنتخبات يعني أنا مراستش لكم بالزبط بس معظم المنتخبات بتولها مدربين محليين أو مدربين وطنيين شوفنا اليو سي سي مع السنغال زي محلقة كستعرطة دياد شامب مع فرنسا أكتر مدرب بيبقى هو مدرب منتخب بلده هو كان الكلام قبل المباراة عن جنسيات اللاعبين نفسهم إن فيه تقريبا تسع أو عشر لعبين في المنتخب تونس مولودين أو يعني محل النشقتهم أو محل ميلادهم كان من الجنسيات الفرنسية أو يحملون الجنسية الفرنسية ولكن طبعا كان جلال القادري أكد إن هو بيلعبه كمنافس ما عندهمش أي احتمال غير الفوز والحمد لله قدروا يحققوا الفوز بس زي ما قلت ما كانش كافي خروج السعودية كان من الجولة التانية أمام بولندا وخروج تونس كان من الجولة التانية أيضا بالخسارة أمام أستراليا كان يجب في المباراتين دول سواء المنتخب السعودي أمام البولندي أو المنتخب التونس أمام أستراليا كان على الأقل لازم يحصل نتيجة أفضل تساعد من حظوظهم ولكن بنقول لهم هارد لك طبعا على الخروج كان نفسنا يبقى فيه فريقين عرب موجودين في الدور التانية طيب إيه اللي حصل يعني عايزين نروح لمبارات السعودية بس إيه اللي حصل في أداءة السعودية السعودية قلنا في مجموعتها أصعب مباراة مباراة الأرجنتين أما بولندا والمكسيك فدي مباراة مضمونة نفس الكلام برضو قلنا لتونس مباراة فرنسا هي الأصعب وبقى المباراة مضمونة فيحصل عكس شوف هو في السعودية خروجها مبارح أمام المكسيك برضو لما هتستعرض المجموعة وتتكلم على إن مجموعة فيها الأرجنتين وهو أحد مرشحين للفوز باللقب المكسيك والمنتخب السعودي وكذلك المنتخب البولندي وهو من المنتخب بلفظ كرة القدم المنتخبات الرخمة فنيا في اللعب اللي هي بتقدر تاخد نقط من المباراة هتستعرضها هتقول إن السعودية فرصها ضعيفة ولكن مع الحماس الكبير جدا في الجولة الأولى والمفاجأة الكبيرة بإنك أنت بتفوز على الأرجنتين أحد المرشحين وبتحقق فوز وبتاخد تلات نقط كل الأمال ارتفعت حتى إن في فيديوهات بتاعة إيرفي رينار مع اللعيبة في غرفة خلع الملابس والناس كلها عالي سقف طموحاتها آه ده في جرينتا وفي روح قتالية في المنتخب السعودي ده فيه أداء كويس فليلا ما نوصلش الوقوع أو السقوط كان أمام منتخب بولندا في الجولة التانية زي ما قالت لحضرتك ربما نشوت الانتصار على الأرجنتين ضيعت عندهم الفكرة أو يحسوا إن إحنا إيه خلاص عملنا اللي علينا في المنديال إحنا عملنا اللي علينا إحنا خدمة تلات نقط من الأرجنتين خلاص المنديال بالنسبة لنا خلاص فخسروا طبعا أمام بولندا وبالرغم من ذلك كان أداءهم أمام منتخب بولندي أداء جيد خطأ من عبدالله الملكي تسبب في هدف ركل الجزاء بالضيع كان من الممكن أن هم يخرجوا بنقطة من المنتخب البولندي وكان في الوقت ده كنا نقول أن حضور السعودية كبيرة جدا أمس طبعا كان مواجهة صعبة جدا منتخب المكسيكي منتخب متمرس منتخب عنده من العناصر الجيدة تقريبا السعودية خرجت زهنيا من المباراة بعد الهدف الأول اللي سجله المنتخب المكسيكي وكبا ما ننساش نلتمث لهم العزر في غيابات كبيرة عبدالله الملكي الإقاف محمد البريك إصابة الشهري وسلمان الفرج ففي أكتر من لعب غايب عن المنتخب السعودي نلتمث لهم العزر ولكن زي ما قلنا بالحسابات الفامنية والواقعية وبعيدا عن عروبتنا وعن أننا كنا نفسنا عايزين المنتخب العربي يكون موجود الحسابات المنطقية برضو تقول أن السعودية تخرج من المجموعة دي الهزيمة بيبقى شيء منطقي إنها تتسبب فيه خروج الفرق من البطولات ولكن أحيانا الفوز واحده بيكون غير كافي تونس فازت مبارح وبرغم من ده خرجت المكسيك برغم فوزها برضو مبارح برضو خرجت أوراق تانية وحسابات تانية هي اللي بتحدد مين هيكمل ومين مش هيكمل كل تأكيد المكسيك كمان كانت حتى في حالة 2-0 وإن الهدف ما جاش في المنتخب السعودي اللي في الديها 90 كان هتبدأ أن ندور على حسابات المعيار الرابع في الصعود وإن احنا هنشوف بقى الكروط الصفرة وكروط الحامرة والكلام ده كله فزي ما حدث قلت هو مش بس الفوز أنت لازم أن تكوني حاسب حساباتك حتى في مباريات اليوم يعني فوز المنتخب الأسباني مثلا بسبعية كان بيخليه يدي أفضلية لأنه عنده فارق أهداف كبير لو ما نقول مثلا فيه مفاجأة في معيار معين مثلا المواجهات المباشرة ممكن تساعدنا كل الحاجات اللي زي ديت لازم تكون محطوطة في الحزبان ولكن الأهم من ذلك نحن إزاي نشتغل على المعطيات اللي قدامنا دلوقتي أتخيل أن المنتخب السعودي عامل جيل كويس يقدر يشتغل عليه مجدد ليرفي رينار لحد 2027 أعتقد برضو هيشتغل على نقدر نقول خطة مستقبلية للكرة السعودية في الفترة اللي جاية تمنى أيضا أن المنتخبات العربية حتى اللي خرجت سواء قطر المنظم يكون عامل خطة طويلة للمدى الفترة اللي جاية في بطولات آسيا وطولات العالم وكذلك المنتخب التونسي إن شاء الله برضو نشوف منتخب مصر موجود في بطولة 2026 في كندا ومكسيكو أمريكا إن شاء الله بقى ارتفاع كمان عدد المشاركين في أفريقيا لتسع منتخبات هتبقى فرصتنا كبيرة وكبيرة جدا طيب نروح لمباريات النهاردة كندا والمغرب كلنا بنعول على المغرب اللقتي في التآهل هل المغرب قادر بالفعل على التآهل؟ طبعا المغرب عنده فرصتين مؤكدتين الفوز بقى نتيجة يضمن له التآهل التعادل بقى نتيجة يضمن له التآهل وبالمناسبة حتى في حالة خسارته عنده فرص في حالة المباراة التانية تقدر تخدم عليه المنتخب المغربي عنده رقم مهم جدا ورقم في معادلة كرة القدم أساسي وهو فكرة الحفاظ على نظافة الشباك أو المباراتين سواء لعب ياسين بونو أو منير المحمدي وهو تقريبا هو المنتخب البرازيلي بس اللي في 32 منتخب حاليا محافظين على نظافة شباككم عشان لو تسو في عدد النقاط بنرجع للأهداف يعني على الأقل أنا لو خرجت فهضمن أننا يا هتعادل يا هكون كسبان بالشباك نظيفة يبقى متعادل يا كسبان وبالتالي فأنا بضمن حظوظي في التآهل مجموعة ديات المنتخب المغربي نجح فيها في أن هو يظهر بشكل جاي جدا وأعتقد هو أعلى فرص دلوقتي للعرب أن هو يكون موجود ويكمل طبعا بعد خلاص مخروج السعودية وتونس وقتر وكندا تتعامل زي في هذه المباراة يعني كندا خسرانا في المباراتين السابقتين كندا خرجت مش باية على حاجة فتنزل تدفع بكل أوراق أكيد وبالمناسبة المنتخبات اللي بتبقى بالشكل ده بتبقى أصعب بس محمد في المواجهة يعني احنا شفنا لما كستاريك خسرت بسبعية نزلت الماتش الثاني فازد إيران لما خسرت بسبعية نزلت الماتش الثاني عملت برضو جيم كويس وقدر تحقق حاجة فالمنتخبات اللي بتبقى خارجة أو ما عندهاش أي حظوص بتقدر تلعب بأريحية وتقدي بشكل قوي ولكن كلنا ثقة على المنتخب المغربي بنجومه بالعناصر اللي موجودة فيه وبالروح اللي موجودة عندهم انهم ما ان شاء الله يوصلوا ويكملوا بقى السلسلة في الفترة الجاية من المنتخبات احنا شفنا ان الحسابات لغاية دلوقتي كلها جات النتيجة عكسها يعني احنا كنا متخيلين ان اول مباراة للصعودية هتبقى صعبة جدا هي المباراة كانت الافضل احنا بقى المرة دي ان شاء الله معانا على الحسابات ان احنا المغرب الافضل في الفرصة وهو ان شاء الله يمكن قد يصل لأول المجموعة كمان لو مشينا بالحسابات احنا متخيلين اسوأ اسوأ سيناريو ممكن يوصلنا لأي مرحلة وفي الحالتين هل ان شاء الله يتأهل برضو ولا لأ لا انا اتخيل ان احنا انت مش عندك فرصة واحدة انت عندك فرصتين وثلاثة فان شاء الله انتأهل المنتخب المغربي انا شايفه بنسبة تزيد عن السبعين في المية في مباراة اليوم ان شاء الله يعدي من المنتخب الكندي هو عدى الاصعب يعني خاض المباراتين الاصعب فالمنتخب الكندي يقدر يعمل معا نتيجة ويحقق فيها التأهل ويوصل للدور التالي مش فكرة ان احنا بنتواقع وبيحصل العكس بس هي الميزة التنفسية في مونديال قطر عالية جدا ما شفناش من سنين يعني احنا مع نهاية الجولة التانية اتنين وثلاثين منتخب فيه اتنين بس خرجوا اللي كانوا قطر وكندا والتلاتة بس اتأهلوا وعلى مدار ستة عشرين او سبعة عشرين منتخب البقيين كلهم عندهم حظوظ فدية ميزة تنفسية عالية جدا في البطولة بتأكد ان المنافسة السنة دي كانت صعبة جدا يمكن الاخطر على الفرق الكبيرة يعني فرنسا حصل لها ماتش مفاجئ بالنسبة لها العجنتين هل بلجيكا ممكن يحصل معها كده بلجيكا في انا شايف ان كرواتيا حصوصها اعلى يعني ممكن جدا كرواتيا تتأهل بلجيكا فيه يعني نقدر نقول توهان كاروي او في حالة عدم اتزام فني في البطولة بشكل عام ومن قبل البطولة مواجهتنا معهم كمان وديا كنا احنا ليدنج فيها وكنا ظهرين بشكل كويس فاتخال ان المنتخب بلجيكا عنده مشاكل داخل الفريق مش عارف ممكن توصل لنهايتها ايه وارد جدا خروجه من المجموعة النهار اليابان بتقدي بشكل كويس جدا اه طبعا من بداية البطولة وعندها مباراة مهمة جدا مع اسبانيا النهار صحيح اليابان كانت عملت مفاجأة وكانت ممكن جدا انها تضمن التأهل وتخلصه من بدري بدري بعد ما فازت على المانيا النهاردة بتقابل اسبانيا واسبانيا المنافس شارس جدا وصعب مهددة بالخروج كمان اه طبعا هي المجموعة كلها فيها ليها حظوصها يعني مجموعة كلها ليها حظوص ولكن كنت شايف ان الكمبيوتر الياباني بعد النتيجة الجميلة لقدام الالمانيا والناس كلها تعطفت معاهم وحاسوا انهم ما ممكن يعملوا حاجة كان من الممكن في مباراة كوستاريكا يعني يريح نفسه ويخلص الدنيا ولكن زي ما قلتلك المنتخبات اللي بتخسر بنتيجة عالية بتفوق في الماتش اللي بعد فكان من الممكن المنتخب الياباني يخلص من الجولة التانية بس ما اجل الجولة التالتة ماتش صعب جدا يعني اتخال ان التعادل ممكن يعني يكون هو اللي بيسير في المباراة ديات مع ان الحسابات المنطقية برضو تقول فوز اسباني بس يعني ربما مع الامال والتمسك بكل فرصة ربما نشوف مفاجأة في الماتش تا نشكه حتك طبعا شكرا جزيلا شرفنا ونورتنا واملنا معقودة على المنتخب المغرب ان شاء الله بأهل دول 16 كل شكر لك ناقد الرياضي عبد الحميد فراج شكرا جزيلا لك شكرا شكرا جزيلا